اشتركوا في القناة ويحتضنها ملاعب النادي الاهلي التي دائما وابدا ما تحتضن البطولات وعلى منصات التتويج وفي المراكز الاولى والمقدمة دائما متواجدين النادي الاهلي قدام حضراتك هو بيقرأ فاتحة الكتاب الكريم تيمنا بآيات القرآن الكريم وفي المعسكر الاخر نادي سبورتينج السكندري النادي الاهلي المصري يواجه النادي سبورتينج المصري الذين قد وقعوا في مجموعة واحدة وهي المجموعة التانية من المجموعتين في كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد النادي الاهلي مشاهدينا الكرام لعب لقائين وفاز في اللقائين احرص تسعة وتسعين هدف وعليه اربعة وعشرين هدف بفرق اهداف زائد خمسة وسبعين هدف بمجموعة نقاط ست نقاط وذلك قبل هذا اللقاء عما نادي سبورتينج فبيجي في المركز التاني ايضا بلقائين وفوز لقائين بخمسة وتمانين هدف وعليه اربعين هدف ببلس خمسة واربعين هدف وفي جعوبته وبنكه ستة من النقاط لقاء اليوم هو على زعامة المجموعة التانية الفائز سوف يصبح اول المجموعة والتاني الخاسر او المهزوم هيبقى تاني المجموعة اللوايح المنظمة لهذه البطولة مشاهدينا الكرام بتقضي بصعود اول اربع فرق من كل مجموعة الى دور تمني النهائي او دور التمانية وطبعا مجموعة النادي الاهلي هم اربع فرق فقط وده بعد انسحاب فاب الكاميروني فاصبحت المجموعة اربع فرق فقط فهيصعده الاربع ولكن الترتيب هو اللي يفرق هيصعده لدور التمانية بحيث ان اول المجموعة التانية هيلعب رابع المجموعة الاولى وهو النادي الاهلي ان شاء الله دائما في الاول ودائما في الامام ودائما وابدا في انتصارات وازدهار يمكن برضو قبل ما نبدأ احداث اللقاء ونخش في اجواء كرة الياب ده عايزين نبارك لكابتن محمود الخطيب على حصول سيدات النادي الاهلي لكرة السلة على دوري السوبر هذا العام بعد فوزهم في اللقاء النهائي على نادي الجزيرة بدون ما يتلقوا اي هزيمة نتيجة جيدة نتيجة جميلة ودائما الالعاب والرياضات في النادي الاهلي في منصات التتويج مبروك للنادي الاهلي مبروك لكابتن محمود الخطيب مبروك لمجلس ادارة النادي الاهلي ومبروك ايضا لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي مبروك لكل اسرة كرة السلة في النادي الاهلي وكل جمهور كرة السلة سريعا كده هنقول لحضراتكوا ادي حوار باسم وضاحك كده ما بين الكابتن احمد عبد الرحمن لعب النادي الاهلي السابق ولعب نادي سبورتينج حاليا واستأنفنا اللقاء مع حضراتكوا بصفارة من يوسف بالخيري وسيد علي حميدي تقم التحكيم الجزائري لهذا اللقاء النادي الاهلي بزيه التقليدي بشيرت الاحمر والشيرت الاسود والشراب الاسود اما نادي سبورتينج فبالتقم الاسود بالكامل سأنفنا اللقاء مع حضراتكوا بيلعب في نص الملعب رقم 95 اسم واحمد راضي اهو برضو احد لاعبي النادي الاهلي السابقين كرة سريعة بيبتدي نادي سبورتينج انه هو يحاول انه يستكشف مرمى النادي الاهلي وبيتصد عبد الرحمن طه لأولى تصويبات احمد عبد الرحمن لكن بيعمل متابعة عليها الجناح اليمين وياخد الكرة ويسجل في الشباك الاهلوية اول اهداف اللقاء عشان يعلن عن تقدم سبورتينج ويعلن عن دخول سبورتينج لهذا اللقاء وكله امل انه يحصل على نقاط المباراة ولكن النادي الاهلي في الجهة الاخرى يهمه طبعا انه هو يبين ويكشر عن انيابه عشان اللقاءات القادمة بعد كده وطبعا عندنا عارفين حضراتكم ان المجموعة الاولى بتضم نادي الزمالك المصري اللي بييجي على رأس المجموعة من حيث الترتيب حتى الان مصطفى خليل علي مينو اسلام حسن وبينزل الكورة على الدايرة لأحمد عادل وبيقطع عمر سامي على الدايرة لكن بيعمل متابعة الكورت السيد السيد حارس مرمى نادي سبورتينج اللي بيحصل على صفارة وفاول من طاقم التحكيم الجزائري زي ما قولنا لحضراتكم في لقاء اليوم وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح سبورتينج بادئ سبورتينج بيلعب بيتشكيله خط الخلفي مبين راضي وطاها فرج وقاسم وعلى الدايرة احمد عبد الرحمن وفي الاجنحة كورة بيلعبها عرضية هو فرج لكن يقطعها مهاب بس كان فيه صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي سبورتينج السكندرية تاني خروج احمد عبد الرحمن لعب الدايرة لاستلام الكرة والتحركات وحقول فتح كده صغرات في الدفاعات الاهلوية وتصويبة قوية من اسم يحرص بيها اولى اهداء اهداء في سبورتينج وبيرد اسلام حسن باختراق كده في عمط الدفاعات السكندرية اهي شايفين حضراتكم الارتقاء والاختراق والطيران والتصويب والهدف الاول للنادي الاهلي بعد مضي ثلاث دقائق لكن ما احتسبش الهدف مشاهدينها هقال كرام وكان فيها رمية جزائية احتسب طقم التحكيم رمية جزائية لصالح النادي الاهلي لم يحتسب هذا الهدف حتى الان وقادي رقم تسعتاشر بقى اللي احنا تعودنا عليه عمر سامي ويحرص بها اول اهداف النادي الاهلي النادي الاهلي بيلعب طبعا بطريقة الدفاعية ستة صفر مشاهدين الاعزاء عبد الرحمن طعف احراسة المرمى وفي مركز ثلاثة في عمق الدفاعات الاهلوية ابراهيم المصري ومصطفى خليل في الشمال واليمين مهاب سعيد واسلام حسن وفي مركز واحد او الاجنحة بيلعب عبد العزيز ايهاب زيزو وعمر سامي وما زالك كابتن او مستر ديفيد ديفيز المدير الفني على الدكة محتفظ باوراقه الرابحة والكروت التي تحرث وتحدث الفارق وهذه اشارة اللعب السلبي توصل الكرة الاسم واسم لراضي راضي بيحاول يعمل كرة على الدائرة لأحمد عبد الرحمن لكن كان فيها دفعة وصفارة وكارتة اصفر على مين تقريبا على ابراهيم المصر احمد عبد الرحمن لقاسب لفرج لأحمد عبد الرحمن تاني تغيير كده في المراكز وتقطعات وقادي راضي وده بلتكف ارتقاء مزدوج برجلين اتنين لكن عبد الرحمن طه والتصدي والتقلق من بداية اللقاء كده بيقول لهم وقادي اسلام حسن بيروح تاني ويسيب الكرة لمهاب ومن مهاب ليه تاني عمر سامي يخش من الجناح من الوينج رايت يحرز في الزاوية البعيدة الارضية على يمين السيد السيد وقادي بقى على طوله وهو بخرجنا أحمد عادل والإعادات كورة بكورة وهجمة بهجمة ولحظة بلحظة وتفاصيل التفاصيل مع حضراتكو زي ما تعودنا دايما عبر شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي اللي بتلقل هذه اللقاءات وهذه البطولة حصريا لجمهور ومتابعي كرة اليد في كل مكان وجمهور النادي الأهلي على وجه الخصوص تاني فرج طه هيحاول يعمل خداع ودوران وفنت مروحة ومعه دوران كده لكن خليل ودفاع قوي من خليل مصطفى رقم سبعة هولي قدام حضراتكو أحد اللاعبين اللي كانوا ضمن منتخب الشباب والحاصلين على الميدالية الذهبية أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد للعبة جماعية للشباب اللي أقيمت في سنغفورة 2010 تاني راضي هيحاول راضي ويعمل الفنت الشمال يمين ويحاول لكن دفاع قوي قافل تماما عليه إسلام حسن ومصطفى خليل ويحصل على فاول وصفارة ودي إشارة اللعبة السلبة ايه؟ راضي والتصويبة عبد الرحمن طه وريفليكس ورد فعل ما بعده روعة من طه خليل والارتقاء ومروحة قوية ويصوب لكن السيد السيد يتصدى وتبقى الكورة تاني متابعة من إسلام وعلى مهله بينظم صفوفه وينزل مصطفى خليل ويقلبوها الاربعة اتنين هجومية مهاب بقى ويقولى تصويباته القوية ويطلع طه من جونه يرد تصويب مهاب القوية اللي ارتضمت بالعرضة ورجعت لحد نص ملعب النادي الاهلي من قوتها مشاهدين الكرام مهاب سعيد لاعب منتخبنا الوطني ولاعب النادي الاهلي واللي هينتقل بعد نهاية هذه البطولة للاحتراف الخارجي وهادي اسلام حسن والتصويبة وهادي زيزو والتعلق وهي دي فعلا روح الفانيلا الحمرة وروح لعب النادي الاهلي اللي دايما بتعود وبتعمل الفارق اذا كان فيه نقص في بعض الاوقات او فيه تصور شوية في بعض الهجمات او الاعادة يعني شفنا تصويبات اسلام لكن اعادة عزيزو عبدالعزيز اهاب الحقيقة اللي يستحق عليها كل التحية وكل التقدير والتشجيع على الروح اللي بيلعب بيها عبدالعزيز اهاب تلاتة الاهلي واول تقدم للنادي الاهلي مشاهدين الكرام واحنا بللعب في الديها اتمنى من زمن واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء راضي هيحاول ينزل الكرة لأحمد عبدالرحمن يلمها عمر سامي لمهاب لزيزو هيدي ويخش زيزو ويختارق ويعمل فنت قوي وخداع جميل لكن يعني كان مهابة هو بيقول له سيب الكرة عشان ما تتعورش شايفين الاعاقة والعنف هو من اسم ابراهيم اللي بيحصل سبورتين سبورتين طلع هادي بعد التصدي اللي هي الرمية الجزائية وهينزل مين هينزل يوسف عفروتو لاعب نادي سبورتين وقادي صوت كده من الجمهور جمهوره دا حما فعلا اللي بيقف وراء فرقه ووراء لعبته ووراء بطولاته وفي كل مكان الحقيقة نستمتع طول ما فيه جمهور النادي الاهلي فهو فعلا متواجد في كل الملاعب وكل البطولات وفي هذه الأثناء مشاهدين الكرام رمية جزائية هيلعبها طاها في مواجهة عبد الرحمن طاها ولكن عبد الرحمن طاها قاف المرمى تماما وتصطدم الكورة بانداية وفي العرضة ويلماها طاها تاني ويعمل الهجمة لصالح النادي الاهلي وقادي وضع ان فيه حاجة متفق عليها اسلام شغل خططي هيتعمل والتحركاتها هي في الخط الخلفي وقادي خليل لمهاب لاسلام لمهاب تاني للجناح عمر سامي لخليل وقادي بيطلب هو ان ايه يرجع تاني اسلام يرجع مصطفى خليل في الباكليفت لاسلام حسن لمهاب على الدايرة لاحمد عادل ويصوب احمد عادل وهو بيقع لكن برد تلت خشبات وقادي كابتن محمد ابراهيم نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني المدرب العام مع مستر ديفيد ديفيز في الجهاز الفني للنادي الاهلي ولكن يعني زي ما حضراتكم تابعته كده الكورة جات برا وقادي يوسف بيرد تاني بتصويبة بيرد بتصويبة فيه الشباك الاهلوية وبيرد عليه خليل بتصويبة قوية تاني بعد ارتقاء يحرص بيها الهدف الخامس اسلام حسن بيقاب الراضي بيحاول الراضي ان هو يعمل الخداع بفنت المروحة كده وهدي تحذير من كابتن سيد علي حمدي حكم الجزائري اللي بيدي تحذير لراضي بيقوله بلاش الكوع وانت بتلف ايدك بالمروحة وايضا بيدي تحذير لإسلام حسن كابتن وقائد النادي الاهلي بيقوله بلاش التحويد قادي يوسف تاني بتغيير التجاهات يوسف لاعب يمتاز بالمرونة والرشاقة والمهارة وقادي كورة فاست بريك سريع توصل بقى المين توصل لزيزو عبدالعزيز اهاب استلم وسع خطواته عشان يبعد عن المدافع ويحط الكورة في الشباك السكندرية معلنة ومحرزا الهدف السادس لصالح النادي الاهلي بداية الدي اتنشر مشاهدين اقل اعزاء ستة الاهلي تلاتة سبورتينج بيلعب فيه الجناح اليمين الوينجريت رقم سبعة حامد مؤمن وبيلعب في الباك رايت رقم تلاتة طه ويق عفروتو وقاسم ما بين السنتر هاف صانع اللعب وما بين الباك ليفت وفول وصفرة ورمية حرة لصالح نادي سبورتينج وعلى طول كابتن مروان بيطلب تايم اوت وقت مستقطع مشاهدين اقل كرام واحنا بنلعب فيه الديئة اتناشر وادي تعليمات اهي من مستر ديفيد ديفيد ليه لعيبته وفي المعسكر الاخر ايضا تعليمات من كابتن مروان رجب ليه لعيب سبورتينج اللي يهم طبعا مستر ديفيد ديفيد يهمه ان هو يحصل على نقاط هذا اللقاء واهم برضو من كده ان هو يخرج من هذا اللقاء بدون اي اصابات لاحد لاي حد من قائمة النادي الاهلي واي حد من اللاعبين عشان يكمل معاهم البطولة خصوصا وهو افتقد لعب مهم جدا وكانت احدى السفقات السوبر اللي نجح كابتن خالد العوضي المدير مدير النشاط الرياضي لكرة اليد مع كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد في ان هما يدعموا بيها صفوف الفريق عن طريق نجم الاهل السابق ونجم دينامو دخارس علي زين ونجم منتخب مصر الاسلام حسن بعد تصدي عبد الرحمن طه ويروح النادي الاهلي بهجمة سريعة هيحاول الاسلام يعدي ويسيب لمهاب اللي يطلع عالي زي نصر الاهلي ما هو عالي دائما ويصوب تصويبه بقى قذيفة جو جو في المقص يمين السيد السيد حارس مرمى نادي سبورتينج معلنا ومحرزا الهدف السابع مشاهدين الاعزاء طبعا تابعنا ان عالي زين كان حصلت له اصابة في لقاء نهائي السوبر الافريقي مع فرقة النادي الاهلي في مواجهة الند التقليدي نادي الزمالك اللي نجح النادي الاهلي انه يحصل على هذه المباراة ويحسنها لصالحه ويحصل على كأس السوبر الافريقي ويتأهل الى بطولة السوبر جلوب او كأس العالم للاندية التي تقام في المملكة العربية السعودية ان شاء الله فطبعا الف سلام عليك يا علي زين وبالان شاء الله ترجع سالم وشافي ان شاء الله بعد ما جاله اصابة وهي قطع في السمانة او ماذ يعني في السمانة وتحتاج تصدي تحتاج فترة علاج وتأهيل لمدة تتروح بالتلت السابع عشان كده مش هيلحق انه هو يكمل البطولة بطولة كأس الكؤوس مع النادي الاهلي تلعبت الهجمة الحرة لصالح النادي الاهلي سريعا ولكن كان فيه دفاع كده بالقدم وجهها ناحية الكورة اللاعب رقم سبعة مؤمن حسن ويحصل على ايقاف دقتين سبعة الاهلي اربعة سبورتينج يوسف احدث الفارق بعد نزوله وهادي مهاب لاسلام ويعمل خداع بتمرير الكورة على الدائرة لحمد عادل ويستغل تحرك الدفاع مع خداعه وتهوشته ومهارته وفنته اهيش ايفين حضراتكم راحوا لتنين المدافعين احمد عبد الرحمن ونور جابر وفتحوا المساحة والمسافة في عمق الدفاعات السكندرية لايه اسلام حسن اللي ما ترددش على طول وايبل الهدية وراحوا يصوب في الشباك السكندرية الهدف التامن يوسف يخش ويصوب ويحرز ويسجل الهدف الخامس اللي بقول لحضراتكم احدى في الفارق في الناحية الهجومية منذ نزوله ومشاركته في هذا اللقاء مع فريقه السكندري نادي اسفورتي ابتدى مستر ديفيد ديفيس بقى يعمل الروتيشن اللي احنا متعودين منه عليه مع فرقة النادي الاهلي نزل بقى شهاب عبدالله هو في الباك ونزل خيري في صنع الالعاب ونزل ياسر سيف على الدايرة ولسه محتفظ بالاجنحة زي ما هي عبدالعزيز اهاب وعمر سام يخش خيري ويصوب خيري ويحرص خيري الهدف التاسع اهي الاعادة اللي فيها كل الافادة على يبيد السيد السيد ارضية تعانق الشباك السكندرية يوسف على شماله اسم وعلى يمينه طاها وبيحصل تغيير كده في المراكز ما بين يوسف وما بين اسم وتقاطع في الخط الخلفي هيعدي يوسف تاني ولا هيفوت هيمرر والله هيشوت بيدفع عليه دفاع قوي مهاب وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي سبورتي اسم ويحاول ويحاول اسم انه يعدي لكن يقابل ابراهيم المصري بكل قوة ذاروك الصخرة الدفاعية في صفوف النادي الاهلي نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي اسم تاني المصري وحاقط الصد البلوك اللي مني بقول لحضراتكم ذاروك ذاروك فعلا قافل لتاني مرة بس المرة دي بقى السد العالي المرة دي بقى طاها عبد الرحمن حارس المرمة يتصدى ويعمل الكورة فاست بريك سريع توصل لياسر سيف حاول انه هو يصوب لكن كان فيها فاول عكسي على ياسر وبيرد تاني يوسف بتصويبة سريعة يتصدى عبد الرحمن طاها ويعمل يعمل أسست لعمر سامي اهو رقم تسعتاشر قدام حضراتكم وينج رايت النادي الاهلي يحرص بيها الهدف الحداشر لصالح النادي الاهلي انتصف الشوت الاول مشاهدين اهال كرام وما زال الغلبة والسيطرة والتحكم في زمان الامور لصالح النس الاحمر الاهلاوي الذي بدأ روايدا روايدا كده يحلق عاليا في سماء صالت الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيرة التي تحتضن منافسات البطولة وادي تسعة نور ونور مشاهدين الكرام هو الاخ ليه يوسف ايضا عفرته اللي بقول لحضراتكم احدى في الفارق منذ نزوله مع نادي سبورتين يمكن نادي سبورتينج مشاهدين الكرام برضو واجه النادي الاهلي في نهاية كأس مصر لهذا الموسم اللي حسم اللقاء النادي الاهلي لصالحه وهادي محاولة تصويبه اختراق من مهاب لكن كان فيه دفاع من داخل منطقة الستة متر على بيجاد وهو بيجاد ده ناجل الكابتن مروار رجب المدير الفني النادي الاهلي كنت بقول لحضراتكم بس بعد الرمية الجزائية دي هنشوف عمر سامي في مواجهة السيد السيد هينجح عمر وينجح عمر فعلا ويزيد من آلام وأوجاع سبورتينج السكندري وألام وأوجاع الكابتن مروار رجب المدير الفني لنادي سبورتينج بعد ما التسع الفارق إلى ستة أهداف وإحنا بنلعب في الديئة 19 من زمن الشوت الأول 12 الاهلي ستة سبورتينج وأنت بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام أن نادي سبورتينج يمكن بيضم أكتر من لاعب من صفوف النادي الأهلي سواء كانوا حرسي البرمى السيد السيد أو هادي رفعت الاثنين خراس كانوا ضمن صفوف النادي الأهلي وأيضا أحمد عبد الرحمن لاعب الدايرة أيضا كان لاعب في صفوف النادي الأهلي ويمكن كمان محمد جمال جيمي كان أحد اللاعبين ضمن صفوف النادي الأهلي وعلى طول كرة على الدايرة توصل لبيجاد تقع من إيدوي لماها عبد الرحمن طه ويعمل الفاست بريك على موجتين كده تطلع الكرة على باستين من عبد الرحمن طه وتوصل في الآخر إلى شهاب عبد الله اللي نط وبص وشاف وسجل وبقى هداف على يمين السيد السيد الهدف التلاتاشر لصالح النادي الأهلي يمكن نزل كمان دلوقتي خمسة وخمسين غريب محمد إبراهيم غريب الباك رايت لي نادي سبورتينج اللي بيصوب لكن دفاع قوي وزي ما قلت لحضراتكو برضو في تشكيلات النادي الأهلي والروتيشن اللي عمله ميستر ديفيد ديفيز وقادي عبد الرحمن فيصل وياسر سيف اللي الاتنين هما اللي بيدفعوا في مركز ثلاثة هم قدام حضراتكو لو عديته من ناحية اليمين هتلاقي ياسر سيف رقم اتنين وسبعين واقف ترتيبه التالت في الدفاع لو عديت من ناحية الشمال هتلاقي فيصل واقف ترتيبه رقم تلاتة من ناحية الشمال وقادي كورة واستلام وتصويبه باك هند كده من ياسر سيف بظهره لكن كان فيه دفاع قوي عليه من بيجاد مروان ويمنعه من التصويب يحصل ياسر على الفول والرمية الحرة من صافر التقم التحكيم الجزائري بيخرج عمر سامي من الجناح ويعمل تقطع ويرجع تاني مركزه وقادي رمضانا بقى نزل دلوقتي برضو في الباك رايت وقادي مستر ديفيد ديفيز ونظرات الترقب والتفكير في هذا اللقاء كل مدير فني مشاهدين الكرام يعني يبقى راسم سيناريو فيه دماغه وبيحاول يوصل بالسيناريو اللي هو رسمه عشان يدير به أحداث اللقاء وهنا برضو شهاب بيقول لي أنا كمان راسم سيناريو في إنهاء الهجمة اللي فاتت يا كابتن إهاب وعلى طول بيصوب كورة خادعة بدون ارتقاء يحرز منها الهدف الاربعتاشر وبتترد على طول رمية إرسال سريعة من سبورتينج وتتحول إلى فاول عكسي لصالح النادي الأهلي توصل لخيري اللي عمل ارتقاء خيري قوي وطويل زي الوثب الطويل كده مشاهدين أقال كرامة هي قدام حضراتكم أعادت مخرجنا أحمد عادل زي ما بقول لحضراتكم كل تفصيلة في أحداث اللقاء بننقلها لجمهورنا وعشاق كرة اليد الأهلوية وكرة اليد المصرية في كل مكان وبيحصل خيري على الرمية الجزائية وهادي رفعته نزل في الرمية الجزائية ونزل بقى دلوقتي الاسبيشاليست عمر خالد كاستيلو بيصوب على يمين هادي يحرز الرمية الجزائية والهدف رقم 14 مشاهدين الكرام بيستحق تحية وتشجيع بنك احتياط ودكة بودلاء النادي الأهلي عمر اهو رقم 98 كاستيلو يعني الحقيقة كان نجمه فوق العادة هو وكل نجوم النادي الأهلي الحقيقة يعني في لقاء السوبر وهادي شغل الخططي وتكتك بيتم ما بين الخط الخلفي لنادي سبورتينج ما بين يوسف وما بين اهل اعادة وما بين غريب ويستلم يوسف تاني بعد ما عمل التفويت الغريب استلم منه تاني زي وان تو كده في كورة القدم مشاهدين اقال كرام ويحرز منها يوسف بعد ما يتوغل في الدفاعات الأهلوية ويختارق ما بين مركز واحد واثنين ويحرز الهدف التاسع كورة عرضية بعرض الملعب من شهاب حاول يلعبها لمحسن رمضان لكن تطلع عالية وبره الملعب رمية جانب يلعبها على طول سبورتينج توصل لغريب حاول يمرر الكورة على الدائرة يقطعها خيري ويلمها على طوله تبقى فاست بريك يخش رمضانا يتسطى السيد السيد ويمنع الكورة من الوصول الى الشباك السكندرية ويلمها دفاعات سبورتينج اللي على مهله تماما هينظم صفوفه تاني وينظم خطوطه الهجومية غريب في الباكرايت ويوسف بيعمل اهو تغيير في المركز اللي متعودين عليه ما بينه وما بين آسم ما بين نور عفوا وقادي اهوك بيطلع علي الفيومي ويوسف يخترق اللي هو متخصص احراز الأهداف يوسف جابر ويحرز الهدف العاشر بصالح نادي سبورتينج وكورة من خيري بدريبل كده حاول يعمل تغيير اتجاهات لكن تقع من ايده ويخدها سبورتينج ويروح على طول وتوصل الى علي الفيومي ويحرز بيها هدف اهو وسع لنفسه اخترق ولعب مع عبد الرحمن طاعه وهو في الهوى كده وعمل خداع وقدر انه هو يحرز الهدف الحداشر لصالح نادي سبورتينج خيري بيطلب بس الكرة لان كان فيها بعض اللازق كده انتو عارفين حضراتكم اللازق اللي بيستعمله لعبي كرة اليد في المباريات فكان واضح ان الكرة جيه عليها شوية عرق او مية فده بيحصل لازق تاني بيتطلب ان اللعيبة تحتاج ان هي تلزق الكرة فتم نوقف اللعب وهنستقنف اللقاء مع حضراتكم خيري لشهاب وقادي يزيزو خارج من الجناح الشمال الوينجليفت ويعمل تقاطع وينسل تاني يرجع مكانه رمضان في الباكرايت ويقلبوها اربعة اتنين هجومية محس الرمضان الارتقاء والتصويب اللي هي على شمال السيد السيد في الزاوية الارضية والهدف الخمستاشر اهي عادة التصويبة القوية وقاذفات اهداف النادي الاهلي الجو ارد من محسن رمضان قال للفارق الى اربع اهداف مشاهدين قال اعزاء خمستاشر الاهلي حداشر سبورتنج بعد ما كان الفارق وصل الى سبع اهداف قال للفارق الى اربع اهداف في الدقائق العشرة الماضية من زمن واحداث الشوت الاول راضي لنور على الدائرة لبيجاد طه وبإيجاد بيصد وبيتقلق وبيمنع تصويب البيجاد من الرسول للشباك خيري لشهاب ويروح ويغير مركزه ويتقطع يروح في الباك العكسي ويجيب محسن رمضان في الباك العكسي وتغيير وتقطعات في الخط الخلفي وقادي خيري وخداع وفنت ودوران وبيتخلص من الدفاعات الاهلوية وقادي بقى المأسورة الرئيسية كابتن خالد مرتجي عضو مين صندوق النادي الاهلي وقادي ايضا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وكابتن خالد مرسي مدير فرع النادي الاهلي بالجزيرة بيتابعوا وبيقدموا الدعم والمؤسرة لفريق النادي الاهلي طبعا كل التوفيق وقادي اشارة اللعب السلبي خيري على الدائرة لسيف سيف والاستلام بإيد واحدة ولا أروع ولا أجمل ودوران بالرغم من الاعاقة لكن يحصل على الرمية الجزائية اهي قدام حضراتكم ادي من شهاب لخيري لسيف استلم سيف ولف لكن كان فيه اعاقة ودفاع قوي عليه والرمية جزائية عمر سامي يصوب السيد السيد يتصدى يخدها راضي ويروح راضي ليه غريب لراضي تاني في نص الملعب لنور في الباكليفت مدلوش رجع في كلامه وحاول يتوغل ويخش كده يخترق الدفاعات الاهلوية لكن دفاع قوي من فيصل عبد الرحمن ويمنعه من الوصول لمبتغاه وتبقى فاول ورمية حرة لصالح نادي سبوردنج نور لغريب لراضي لغريب تاني لنور لغريب هيصوب غريب سباتة لكن طهب التقلق وطهب المرونة والرشاقة يتصدى يعمل بجاد المتابعة للكورة اهي تصويب غريب سباتة من تحت المدفعين لصد طهب يلم بجاد وهو الوحده ما قدرش طهب طبعا ان هو ان هو يتصدى للتصويب التاني على التوالي وبيرد النادي الاهلي بهجمة رمية ارسال وسنطرة سريعة يحرز بيها الهدف في الشباك السكندرية عشان يحافظ على تقدمه ستاشر مقابل اتناشر سبورتينج واحنا بدلعب في دقيقة سبعة وعشرين مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان ومحبي وعشاق كرة اليد الاهلوية راضي راضي بياسر سيف والدفاع يقع راضي وياخد فول وصفارة وبجد يلعب الرمية الحرة لراضي ويقطع الجناح رقم سبعتاشر محمد البجوري من الوينج ليفت وجيه هنا ناحية الوينج رايت وتقع الكرة من ايد غريب تاني ويلمها راضي وقادي سفارة وفول ورمية حرة تلعبت بجد لراضي وعلى الدايرة قطع تاني اهو الجناح ومن فيصل لخيري لعمر سامي لصوب عمر هجمة مرتدة فاست بريك خاطف سريع استلم كرته بايد واحدة حط الدربلاية خط خطواته نط وشف وبص ودار واحرز الهدف باقتدار الهدف السبعتاشر لصالح النادي الاهلي يوسف نزل تاني دلوقتي بعد مكان سحبه كابتن مروار رجب طبعا لنتيجة المجهود اللي كان بازلوا فيه العشر دقائق اللي لعبها او الاثنشر دقيقة وقادي اهو راضي بغريب يحاول ينزل الكرة على الدايرة البجاد لكن الدفاع الاهلاوي الستة صفر صحيله وقافل راضي ياسر سيف راضي والتصويبة السباتة كده من بين المدافعين عكس حركة عبد الرحمن طه ينجح راضي انه يحرز الهدف التلتاشر بنلعب في الدقيقة 29 مشاهدين الكرام مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وما زال النصر الاهلاوي يحلق عاليا من القلعة الحمراء بالجزيرة وقادي رمضون يستلم لسيف يلف ويصوب لكن السيد يتصدى وتبقى رمية مرمى وقادي يوسف بيعمل المرتدة السريعة وقادي طاها بيعمل الإجادة المثيرة والسريعة أيضا أهو شايفين طه والتركيز والريفليكس العالي اللي قافل تماما على بيجاد وتصدى لانفراد بيجاد وتبقى رمية جانب لصالح سبورتنج لعبها سبورتنج على طوله حاول راضي أنه يخترق ويتوغل لكن قافل تماما الدفاعات الأهلوية أي ثغرات متبقي 30 ثانية مشاهدين الكرام وعادي يوسف بيصوب لكن يصوب في وجه بيجاد ومعها صافرت نهاية أحداث الشوت الأول مشاهدين الكرام بتقدم النادي الأهلي 17 مقابل 13 لي سبورتنج شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا واستراحة قصيرة ما بين شوطي اللقاء على أمل اللقاء بكم مع بداية وانطلاق الشوت التاني وكان معكم معلقكم إيهاب رجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى عزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي حيث عدنا بحضراتكم من صالة الأمير عبدالله الفيصل لنقل أحداث ووقائع الشوت التاني من اللقاء الهام والمرتقب على زعامة وتصدر وتحديد أول وتاني المجموعة التانية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رقم 39 للرجال والتي يحتضنها النادي الأهلي على ملاعبه انتهى الشوت الأول مشاهدينا قال أعزاء بتقدم النصر الأحمر وتحكمه في مقاليد وزمام الأمور منذ الدقيقة أربعة من بداية الشوت الأول وكان أول تقدم للنادي الأهلي ثلاثة اثنين ومنذ هذه الدقيقة والنادي الأهلي مسيطر على أحداث المباراة وأحداث الشوت الأول اللي انتهت نتيجته بتقدم الأهلي سبعتاشر مقابل طلعتاشر لصالح سبورتينج لحظات بسيطة وقصيرة مشاهدينا قال أعزاء وهنستأنف المباراة وهنستمع إلى صافرة بداية الشوت التاني وأحداث الشوت التاني من اللقاء اللي قلت لحضراتكم أنه يهم كل الفريقين أنه يحصلوا على نقاط المباراة حتى يتصدروا المجموعة لكن إن شاء الله الغلبة والتقدم تكون لصالح النادي الأهلي المنتشي بحصوله على بطولة الدوري المحلي وأيضا كأس مصر المحلي وأيضا بكأس السوبر الأفريقية وبيأخوض غمار البطولة الرابعة لي هذا الموسم على أمل الفوز بيها ويبقى جمع كده الرباعية دوري وكأس وكأس السوبر وأيضا كأس الكؤوس الأفريقية انطلقت المباراة وابتدى الشوت التاني مشاهدين الأعزاء ومعها أولى تصويبات مهاب سعيد باكرايت النادي الأهلي وبيصوب على شمال هادي رفعت بقى حارس المرمى اللي نزل دلوقتي مع بداية الشوت التاني ويسجل مهاب الهدف التمنتاشر لصالح النادي الأهلي يوسف على يمينه غريب وعلى شماله آسم وفي الجناح سبعتاشر البجوري الجناح الشمال الوينجليف وعلى الدايرة أحمد عبد الرحمن وفي الوينج رايت الجناح اليمين رقم سبعة مؤمن حامد وتلعبت الفاول والرمية الحرة يوسف هيحاول يوسف يختار لكن زي ما قلت لحضراتكم العيد بيمتاز بي المهارات وتغيير الاتجاهات وهو يعني كان الورقة الربحة ليه نادي سبورتينج فيه أحداث الشوت التاني في الأوقات اللي لعب فيها ونجح وقدر أنه هو يقلل الفارق وكرة تاني تقع من إيد إسلام ولمها يوسف ويعمل فاست بريك سريع وان تو كده ما بينه ما بين آسم وياخدها يوسف ويسجل الهدف الاربعتاشر مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان بالرغم أن مصطفى خليل كان راجع قدام حضراتك هو عشان يحاول يعمل الارتداد الدفاعي لكن كان يوسف أسرع ويسجل على شمال عبد الرحمن طه الهدف الخمستاشر إسلام حسن على يمينه مهاب وعلى شماله خليل وعداير أحمد عبد الرحمن في الأجنحة قادي كورة توصل لأحمد عادل يلف بمهارة واقتدار ويحرز الهدف فيه الشباك السكندرية وهو شايفين حضراتكم خلاص طالما لف من نور نور بعد عنه عشان ما يقدرش وقادي يوسف كان بيحاول يعمل تاني تبريرة على الديرة لأحمد عبد الرحمن بعد ما تلعبت رمية الإرسال السنطرة سريعة من نادي سبورتين لكن ارتداد الدفاعي سريع من النادي الأهل تاني يوسف لطاه غريب ليوسف لغريب تاني لآسم ليوسف اللي هيحاول يوسف انه يخترق وتوغل ويوصل الكرة في الجناح رقم سبعة مؤمن حسن لكن وهو سيسا بقى بيحرز أول أهدافه بعد ما يشركه مستر ديفيد ديفيز المدير الفني في الوينجليفت الجناح الشمال ليه النادي الأهلي يحرز الهدف العشرين عشان يحافظ على تقدم النادي الأهلي يحافظ على فارق الأربع أهداف المتقدم بهم النادي الأهلي يوسف وتغيير ما بينه ما بين أحمد عبد الرحمن بيخرج ما يستلمش وينزل تاني على الدائرة آسم ليوسف مهاب دفاع قوي آسم على الدائرة لأحمد عبد الرحمن ويسجل على شمال طه الهدف السبعتاشر بيرد إسلام ومن إسلام لخليل ومن خليل لسيسا ومن سيسا للشباك السكندرية ومعها بتعلى صيحات جماهير شايفين حضراتكم الإعادة والقوة والإصرار من سيسا والكورة سبينذرست كده بيلف رست ييده بالكورة يحطها في الزاوية البعيدة على شمال هادي رفعة حارس مرمى سبورتينج السكندرية يوسف لآسم وتقطع كده في الخط الأمامي ويقلبوها إلى 4-2 بنزول 17 البجوري الوينجليفت لنادي سبورتينج على الدائر عشان تبقى 4-2 ويروح يفتحهم ساحة ليوسف لكن كاستيلو طالع عليه بيحاول يمنع التمرير وقادي أهو كاستيلو طالع على البكرة على البكليفت آسم ويرجع تاني يقفل مركزه بعد ما رجع الجناح مكانه غريب ليوسف بيغير اتجاهاته ويعيد حساباته ويعمل تمريراته وأسستاته إلى أحمد عبد الرحمن اللي ينجح أهو شايفين يوسف غير اتجاهاته ولعب الكرة إلى أحمد عبد الرحمن خليل اتزحلق وقع صوب أحمد عبد الرحمن بكل أريحية وأحرز الهدف التمنتاشر عشان يقلل الفرق إلى ثلاث أهداف لصالح النادي الأهلي واحد وعشرين الأهلي تمنتاشر سبورتينج بنلعب في نهاية الديئة خمسة من زمن وأحداث الشوت التاني مشاهدينا الكرام ومحبي وبتابعي الكرة اليد المصرية بوجه عام وكرة اليد الأهلوية على وجه الخصوص وجمهور النادي الأهلي اللي بيتابع ويشجع فرقته منذ بداية اللقاء حتى وإحنا بنلعب في دقيقة ستة من زمن وأحداث الشوت التاني ما توقفش عن التشجيع صحيح الأعداد قليلة نتمنى إن الجمهور يزيد وخصوصا وإحنا داخلين على لقاءة تقع الكرة من إيد يوسفي لمها خليل ومنه لسيسة ومن سيسة للشباك السكندرية يحرز بيها الهدف الاتنين وعشرين أهي حط الدريبلاية ووسع خطواته وخط تلت خطوات وعمل جمب عالي وبالعرض طلع هادي برة منطقة منتصف مرماء وأحرزها على يمينه الهدف الاتنين وعشرين زاد الفارق إلى خمس أهدافه تاني مشاهدينا الأعزاء وآدي عمر سامي وعبد العزيز إهاب ومحسر رمضان وعبد الرحمن فصل بنك بنك فعلا بنك احتياط ودكة بودلاء عامرة وزخرة بزخيرة وقوة للنادي الأهلي تستطيع أن تفرض كلمتها وسيطرتها على مجريات اللقاءات اللي بيأديها النادي الأهلي وآدي رقم خمسة دخل الفيومي علي وأحرز الهدف التمنتاشر من الجناح اليمين الوينج رايت لنادي سبورتي نزل أحمد عادل دلوقتي على الدائرة وسيسا في الجناح وكاستيلو في الجناح اليمين الآخر وخليل وإسلام ومهاب لكن كورة كان فيها فاول عكسي على الهجوم الأهلاوي بالرغم أن أحمد عادل أحرزها في الشباك توصل ليوسف ومن يوسف إلى غريب لكن طاها عبد الرحمن والتعلق والتصدي بالرغم أن عبد الرحمن تصدى وأفلمان شباكه تماما إلا أن الكورة كان فيها فاول عكسي على الهجوم السكندري إسلام حسن إلى مهاب إلى إسلام تاني وبيطلب هو أنه هو ينفذ حاجة خططية ولعب جماعي ما بين التشكلات الهجومية ليه النادي الآلي وبيقطع سيسة فعلا وقادي مهاب والارتقاء العالي بقى بقول لحضراتك دائما مهاب عنده جنب الحقيقة شايفين حضراتك والارتقاء فوق أعلى حقة الصد والبلوكات ويصوب ويحرز ويقول هادي رفعت من الشبكة هات الهدف الثلاثة وعشرين لصالح النادي الأهلي قاسم وراضي وأحمد عبد الرحمن على الدايرة وغريب في الباكرايت أهو رقم ثلاثة أفرج عفوا في الباكرايت طه وادكورة على الدايرة لأحمد عبد الرحمن لكن طه طه بيستحق تشجيع وتحية وتصفيق بنك احتياط النادي شايفين حضراتكم يمكن أحمد عبد الرحمن شايت من على الأربعة متر استلم كورته على الستة متر ولفه عمل الجنب بتاعه ودخل جوه الستة متر وهو في الهواء وصوب لكن طه بكل رشاقة وبكل إبهار بيمنع الكورة من الوصول للشباك الأهلوية اللي الحقيقة أهو بيرد تاني وتالت ورابع ويتصد لتصويب من أحمد عبد الرحمن وتطلع الكورة مرتدة يلمها كاستيلو ويروح بيها فاست بريك لوحده ويسجل الهدف التصدي والمتابعة بتاعة عمر خالد كاستيلو ويصوب في الشباك ومحرزا الهدف الاربعة وعشرين لصالح النادي الأهلي سحب دلوقتي الكابتن مروان أحمد عبد الرحمن ونزل بجد مروان على الدائرة آسم وراضي وطاها فرج في الخط الخلفي خليل والدفاع القوي المتين ورمية حرة من على التسعة متر يلعبها بجد لراضي أحمد راضي لآسم لراضي لآسم حاول إبراهيم المصري يقطعها لكن وصلت لآسم دفاع قوي من داروك الصخرة بقى صخرة الدفاعات الأهلوية والمصرية في منتخبنا الوطني إبراهيم المصري كورة تقطع وقادي يعني وقادي الكابتن محمد البنة المدير الإداري لفريق سبورتينج السكندري وكابتن مروان والنرفزة والعصبية بقى بيطلب النذكورة والتمريرة تروح مظبوطة طه والتقلق والإيجادة الإسلام رايح بنظرة الأسستات ويعمل فعلا أسست إلى أحمد عادل يتصدى السيد السيد يتبعها طه فرج راضي آسم فرج يعمل خداع ويعدي ويتصدى طه وفيه صفارة وفاول هنشوف فاول ولا رمية جزائية في الإعادة هي وقع إسلام لأنه تزحلق فعمل إعاقة ليه طه وتحسبت فاول رمية حرة لصالح فرج وإيقاف دقتين على إسلام حسن كابتانو النادي الأهلي صفارة وفاول والرمية حرة والتغطية للنقص العددي برجولة وفدائية من سيسة أحمد هشام وينجليفت النادي الأهلي هل يطر هيستغل سبورتنج النقص العددي محاولة تغيير التجاهات من راضي لكن دفاع بمنتهى الزكاء من المصري وعاجز لسه نادي سبورتنج عن اختراق الدفاعات الأهلوية أو أنه يستفاد من الزيادة العددية في صفوفه لكن بينجح دلوقتي بيجاد بعد ما استلم تمريرة راضي على الدائرة أنه يحرز الهدف الشباك الأهلوية الهدف التسعة عشان يقلل الفارق إلى خمس أهداف 24 الأهلي 19 سبورتنج وبنلعب فيه دقيقة 12 من زمن الشوت التاني مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان خيري خليل مهاب على جناح لسيسا اللي بيخش سيسا ويصوب ويسجل في الزاوية البعيدة أهي استلم الكرة من مهاب بالرغم أنه حاول طاها أنه يقطعها لكن سيسا استلمها ورح وسع لنفسه وعمل جامب عالي راضي تغيير اتجاهات وارجوع بالكرة كده وعكس الكرة إلى الباك الشمال آسم راضي تاني هيحاول يلعب الكرة المين دعيبها الفرج ويخرج طاها يطلع له حاول يهاجم المهاجم وهو بيصوب لكن استغل بقى طاها فرج ويحرز الهدف العشرين لصالح نادي سبورتنج وينج رايت كاستيل وباك رايت مهاب سعيد السنتر هاف تخيري الباك ليفت مصطفى خليل وينج ليفت سيسا على الدايرة أحمد عادل مهاب تصويبة قوية من مهاب محدش شافها غير الكاميرا لأنها تطلع سريعة بره تلات خشبات لكن كان فيها إعاقة ودفاع قوي من نادي سبورتنج السكندري وتبقى صفرة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهل خليل بيصوب برغم أنه عكس كورته عكس حركة هادي رفعت وحطها في الزاوية العكسية يعني هادي كان رايح في الاتجاه اليمين هو حطها له على الشمال لكن اللي سوق حظه بره تلات خشبات وبيرد راضي بقى بدبل تكوف ارتقاء مزدوج برجليل الاتنين كده يعمل الجمب هي الإعادة شايفين حضراتكم يعمل الجمب برجليل الاتنين بدبل تكوف ويحط الكورة قبل ما يلحق الدفاع الأهلاوي أنه هو يتصدى ليه ويعطله ويمنعه من التصويب ويسجل منها راضي الهدف الواحد وعشرين سفرة وفاول وحرامية حرة لصالح سيسة من هجوم النادي الأهلي من ناحية الجناح الشمال يلعبها الخليل ويروح إسلام ودفاع قوي من مين من سبعتاشر البجوري محمد إسلام تاني ويخترق ويصوب لكن برد ثلاث خشبات وتبقى رمية مرمى يلعبها هذه رفعت للراضي سريع ومن الراضي إلى فرج ويلم برضو بزكاء جدا إسلام مع سيسة ويعملوا تغطية دفاعية بابين خليل وسيسة هي قدام حضراتكم قفلوا تماما الصغرة اللي كان شايفها فرج وبيحاول يخش يخترقها ويصوب لكن كان دفاع قوي من رجال ونسور النادي الأهلي اللي قفلين تماما بيطلع خليل يقابل قاسم من بره شوية عشان ما يصوبش ويمنع التصويمات وقادي مهاب بكل زكاء يمنع التمريرة إلى بيجاد ويلمها على طول الإعادة هي وصلت ووصلت لسيسة حط الدريبلاية وخد المدافع لضهره ده برضو اللي بنقوله عشان نشئينا يتعلموا ويشوفوا إن أنا في حالة الهجوم لو رايح ومعايا مدافع بيجري جنبي لو أنا خدت من ضمن الثلاث خطوات بتوعي خطوتين بالجنب كده عشان أخد المدافع في ظهري وأمنعه إنه هو يلمسني تماما أو يعمل لي أي أعاقة لأن في هذه الحالة هيبقى كارت أحمر ورمية جزائية فبالتالي خلاص المدافع بيسلم وبيقف وده اللي عمله سيسة بزكاء الحقيقة في الهدف الستة وعشرين لصالح النادي الأهلي بيرد آسم على طول بتصويبة ويحرز منها الهدف الاثنين وعشرين لصالح سبورتي إسلام حسن لخليل مهاب تصويبة بقى من السبات من مهاب بدون ارتقاء يتصدى هادي رفعت توصل لبيجاد ومنه الراضي لكن المصري قافل على راضي تماما وقافل عمق الدفاعات النادي الأهلي في مركز 3 بيلعب مصطفى خليل وإبراهيم المصري وقافلين تماما على بيجاد أو على الخط الخلف لي نادي سبورتيج إنه هو يخترق من نص ملعب النادي الأهلي الدفاعي اللي هو في المستطيل للأزرق زي ما حضراتكم شايفينه وبتاع كرة البسكت ده مشاهدين قال أعزاء ده عمق دفاعات النادي الأهلي ومنتصف ملعب النادي الأهلي الدفاعي توصل الكرة على الدائرة من راضي لبيجاد ويستلم ويلف ويصوب الهدف الثلاثة وعشرين لصالح سبورتينج السكندري مشاهدين الكرام قال للفارق الثاني بعدما كان وصل لخمس أهداف قال لي إلى ثلاث أهداف لصالح النادي الأهلي ستة وعشرين الأهلي تلاتة وعشرين سبورتينج اللي عنده أمل وعنده حلم عايز يوصله وهادي كرة على الدائرة السست هايل من بين أقدام الدفاعات السكندرية توصل لأحمد عادل إلا إن هادي رفعت بيتصدل الكرة بكل رشاقة ويمنع الكرة من الوصول لشباكه وتبقى رمية مرمى لصالح سبورتين العبع على طول توصل لراضي لآسم لمحمد إبراهيم اللي بيلعب دلوقتي في الباكرايت رقم خمسة وخمسين يغير مركزه ما بينه وما بين راضي وقادي نظرات من كلا المديرين الفنيين مرار رجب وديفيد ديفيز ويقطع الدفاع الأهلاوي الكرة توصل ليه فيصل لخيري ويقف على كرته تاني ويلعبها تاني الفصل ويروح فيصل لوحده سريعة ويصوب لكن دفاع وإعاقة وصفارة تصحبها الإيقاف الديئتين على أحمد عبد الرحمن نتيجة الدفع هي الإشارة واضحة كان فيها دفع ليه عبد الرحمن فيصل أهو يمكن ما كانش أحمد عبد الرحمن ده كان لعب آخر اللي هو 55 لكن تقم التحكيم الجزائري يوسف بالخيري وسيد علي حميدي يدو الإيقاف لأحمد عبد الرحمن والرمية الجزائية لصالح النادي الأهلي سبيشياليست الرميات الجزائية كاستيلو لكن هادي رفعت بكل هدوء يتصدى ليه الرمية الجزائية ويمنع الكرة من الوصول للشباك الأهلوية بيجاد على الدايرة ويلع والباس وينزل على الدايرة وراضي وآدي حامد مؤمن حسن يتحرك من مركزه ويرجع تاني إلى الجناح اليمين راضي القاسب ويحاول يمرر الكرة لبيجاد ويلف بيجاد ويصوب ويحرز ويسجل ويقل الفارق إلى هدفين مشاهدين هذه التمريرة والأسست من آسم ويصوب الكرة من بين أقدام عبد الرحمن الطه وطبعا فيه صلسابه لأنه كان داخل الستة متر ورد النادي الأهلي بهجمة سريعة لكن تطلع برا الملعب وتبقى رمية مرمى لصالح سكورتنج بالرغم النقص العددي في صفوف سكورتنج والزيادة العددية في صفوف النادي الأهلي إلا أن سكورتنج نجح أنه يحرز هدف برغم المرمى الخالي والنادي الأهلي أهضر الفرصة وقال للفارق وقادي الجمهورة هو بقى اللي بيشجع فرقته وقلت لحضراتكم بالرغم إلا أنهم عاملين جو وعملين حس في صالح النادي الأهلي ويمكن قادي فريق وأيضا متابعين كرة اليد بيشجعوا نصور النادي الأهلي وفيه وقت مستقطع طلبه كابتن ماروهار رجب دلوقتي بعد ما قل الفارق دلوقتي إلى فارق هدفين وحنا بدلعب في الديقى عشرين من زمن الشوت الثاني أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ستة وعشرين الأهلي عربعة وعشرين سبورتين تعليمات مستر ديفيد ديفيز تعليمات كابتن ماروهار رجب دل هنشوفه مع حضراتكم مع استقناف أحداث اللقاء وهنشوف هل كلا الفريقين المعسكر السكندري والمعسكر الأهلاوي هيتطبقوا التعليمات والتوجيهات وهينجحوا فيها ولا لأ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم مع استقناف اللقاء والشوت الثاني بعد انتهاء الوقت المستخطئ استقنفنا اللقاء مشاهدين أقال أعزاء ولسه سبورتينج عنده إيقاف ديئتين وطبعا خرج حارس المرمى ونزل لعب ما كان عشان يهاجم بعدد كامل نادي سبورتينج لكن نادي سبورتينج كده بيلعب مرمى خالي والخطأ هيكون غالي وفعلا أهيه الكرة اللي بقول لحضراتكم عليها على طول الخطأ طالما المرمى خالي فالخطأ هيكون غالي لم الكرة الفاول العكس اللي تحسب على سبورتينج سيسا ولعبها على طول في الشباك الخالية تتهادى الكرة وتوصل تعانق الشباك السكندرية ويزود الفارق إلى 3 أهداف لصالح النادي الأهلي 27 الأهلي 24 سبورتينج قدام حضراتكم أو مشاهدين الأعزاء راضي لآسم هيرتقي آسم لكن ذا روك هو ورمضونة المصري ورمضونة بيعملوا بلوك حق صد خيري لفيصل وفاول عكسي على فيصل يلعبها هادي على طول لراضي ومنه لآسم لراضي تاني لازم الدفاعات الأهلوية بقى تبتدي تركز شوية مع لاعب الدائرة لأن احنا متقدمين شوية لقدام منتصف دفاعات الأهلية سواء كان عبد الرحمن فيصل أو إبراهيم المصري فبالتالي بندي مساحة اللي بيجاد إن هو يتحرك ويستلم ويصوب ويسجل يقطع بجوري الوينج ليفت الجناح الشمال لنادي سبورتنج ويلعب 4-2 راضي هيصوب ويصوب راضي على شمال طه ويحرز الهدف الـ 25 تلعبت رمية الإرسال السريعة لخيري للمصري وسفارة وفاول ورمية حرة هيطلع طبعا المصري بعد ما قد دوره الدفاعي ويخرج وينزل دلوقتي أحمد عادل المصري لما بتتقطع الكورة أو بتحرز هدف أو حاجة بتتلعب على طول السنترة السريعة أو الهجمة السريعة اللي نادي لقال بيكمل فيها المصري لكن لما بترجع وتقف الهجمة بقى بيبتدي يغير مركزه ويخرج تاني عشان ينزل أحمد عادل والمصري يعرف يريح نفسه شوية فيه الدفاع تتقطع الكورة من خير اللي إمها مؤمن وعلى مهله خالص بيطلب الكابتب مروان أن يهدو فيه الهجمة عايز يقلل الفارق وينزل دلوقتي بقى حلال العقد بالنسبة لي الفريق السكندري يوسف بعد ما ريحه وبيلعبه في آخر تمن دقايق من زمن وأحداث الشوت التاني والمباراة مشاهدين الأعزاء هنشوف عفرطه هيعمل إيه أهو يوسف هذه الكاميرا الهجمة بس فيه فاول كاميرا راحت على الكابتن مروان رجب وانفعالاته من برى الملعب وتفاعله بقى الهجمة السكندرية اللي يهمه أنه هي تخلص في الشباك الأهلوية عشان يقلل الفارق ويبقى عنده الأمل موجود لي حصد نقاط هذا اللقاء يوسف ويصوب يوسف ويطلع بالكورة ثلاث خطوات وينزل بدريبلايا ويصوب بقول لحضراتكم عكس حركة عبد الرحمن طاها في مرمى على يمين طاها يحرص بيها الهدف الستة وعشرين ابتدى بقى الجمهور يحمس فريقه وقادي متابعي اللقاء خيري لرمضونة هيخش خيري لكن دفاع قوي من نادي سبورتينج ويقفل تماما منطقة برماه ما بين نور وأحمد عبد الرحمن اللي بيلعبه في مركز ثلاثة الدفاعي ها قدام حضراتكم تاني محسن رمضان لخيري على الدائرة لأحمد عادل يسجل عادل الهدف التسعة وعشرين فيه الشباك السكندرية ههي استلم ولف وبص وسجل كرة قوية على يمين هادي الهدف التسعة وعشرين يوسف لراضي لمحمد إبراهيم لمؤمن ليوسف تاني على بوه أربعة اتنين ههي هجومية بوجود لعبي الدايرة على الدايرة الجناح اليمين قطع ونزل مع أحمد عبد الرحمن على الدايرة هو مؤمن اللي راجع رقم سبعة قدام حضراتكم راجع لمركزه راضي ليوسف كلها بقى 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 بيسجل ونزل دلوقتي مستر ديفيد ديفيز أحمد وليد حارس مرمى للنادي ويرتقي ويرتقي رمضونة ويصوب بكورة مضمونة في الشباك السكندرية الهدف الثلاثين لصالح النادي الأهلي أهيه إعادتنا على طول يوسف ويخترق يوسف ويصوب يوسف لكن رمية جزائية دفاع من الداخل رمية جزائية لصالح نادي سبورتنج يطلع أحمد وليد وينزل عبد الرحمن طه عشان يتصدى ليه الرمية الجزائية هيواجه مين هيواجه محمد إبراهيم وهو رقم 55 الظهير الأيمن الباكرايد ويسجل على شمال طه الهدف لصالح نادي سبورتنج الهدف الـ 28 خلاص دخلنا فيه المنحنة والمنعطف الأخير من زمن وأحداث الشوط التاني والمباراة آخر خمس دقائق مشاهدين الأعزاء بنلعب في نهاية الديئة 26 وهادي فيصل والتصويبات لكن البلوك حقت الصد وبيعمل خيري متابعة للكورة وارتداد دفاعي سريعي يلم كورته ويعمل وان تو بينه وبين أحمد وليد حرس المرمة قادي خيري ويطلب تغيير وتقطعات وعلى الدايرة توصل لأحمد عادل يلف أحمد عادل ويسجل الهدف الثلاثين أهيك كور استلم كورته وصوه في الزاوية الديئة عشان يعيد الفارق تاني لصالح النادي الأهلي ثلاثين الأهلي تمانية وعشرين سبورتينج السكندري نلعب في الديئة سبعة وعشرين متبقي ديئتين ونص تقريبا على زمن وأحداث اللقاء والشغط التاني واقع المباراة وقادي فعلا ماشي بالكورة على طول لعطها تقم التحكيم خيري للمصري لرمضونة رمضونة وقف على كورته الخيري لرمضان هيدخل الجناح وتوصل فعلا ليه كاستيلو لكن يوسف اللي بيقدم الحلول للكابتن مروار رجب سواء كانت دفاعية أو هجومية بيحصل على فاول عكسي على عمر خالد كاستيلو من الجناح الشمال وتبقى هجمة لصالح نادي سبورتينج بيصوب راضي وهو بيقع كده ووقع المصري على الأرض وكان داخل يوسف بيحاول يخترق لكن المصري كان واقع على الأرض فتقم التحكيم بيوقف اللعب ونزله الدكتور عمر طبيب النادي الأهلي وهيطلع المصري ثلاث هجمات مش في وقتها تماما انه يخرج المصري ثلاث هجمات يمكن هما دو يكونوا اخذ ثلاث هجمات في اللقاء نتيجة انه هو رجله بيعاني كده من ألم وفيه زكة نتيجة انه هو اتزحل وهو في الحالة الدفاعية إبراهيم المصري الدفاعية يعدل طريقته الدفاعية إلى ثلاثة اتنين واحد مفتوحة هو زي ما حضراتكم شايفين شبه من تومان وقادي رمضان لخليل ويخش خليل ويصوب خليل ويطلق خليل قضيفة جو 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 مقدرش هادي يشوفها غير وهي في الشباك الأهلوية في الشباك السكندرية الهدف الواحد وثلاثين عشان يزود فارق تاني إلى ثلاث أهداف ومتبقي دقيقة خمسة وثلاثين ثانية على زمن وأحداث الشوت التاني واللقاء ككل لقاء الأهلي وسبورتينج في ختام جوالات الدور التمهيدي ودور المجموعات في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بمن مباريات المجموعة التانية للرجال كده مشاهدين الأعزاء فريق سيدات الأهلي اللي حصل برضو على المركز التاني في مجموعته في منافسات كأس الكؤوس الأفريقية للسيدات غدا إن شاء الله هيقابل مكنن التونسي في مباريات تمن النهائية أو دور التمانية وأيضا النادي الأهلي هيتحدد بعد نهاية هذا اللقاء هيقابل مين في الدور التاني إذا كان هيقابل شبيبة كنشاسا الكنغولي ولا فانز الكاميروني ولا ريد ستار الإفواري ده اللي هنشوفه مع حضراتكم وهنتابعه مع حضراتكم تقع كرة من أحمد وليد بعد تصديه للتصويبة من قاسم وتوصل لإسلام لمحصر رمضان على مهله تاني الإسلام يقف إسلامه ويهدى خالص وعلى مهله يحافظ على كرته وبيطلب الكابتن ماروان أنه يتلعب دفاع ضغط أشبه بالمان تومان تلاتة تلاتة مفتوحة هي قدام حضراتكم إسلام ونزل خيري لرمضان ويروح رمضان ويحاول يخترق لكن دفاع قوي من آسم ومعها صفارة وفاول ورمية حرة وعادي كان بجوري وآسم بيدفعوا على رمضان دفاع قوي ومعها صافرت تقم التحكيم الجزائري فول لصالح النادي الأهلي قدام حضراتكم 29 دقيقة 23 ثانية يعني متبقي حوالي 37 ثانية على زمن وأحداث الشوت التاني هو المباراة والتقدم أهلاوي بفارق ثلاث أهداف والهجمة مع النادي الأهلي ونقدر نقول كده مبروك للنادي الأهلي فوزوا بهذا اللقاء بعد ما نستقنف مع حضراتكم اللقاء لأنه متبقي خلاص 37 ثانية أو تقريبا 50 ثانية على زمن أهي قدام حضراتكم 31 الأهلي 28 29 دقيقة 8 8 ثواني استقنفنا اللقاء متبقي حوالي 52 ثانية كده حوالي وإشارة اللعب السلبي يخرج أحمد عادل لخيري هيخش خيري ويحاول يخترق لكن دفاع قوي وطبعا على مهله خالص خيري متبقي كم تمريرة فأدي تقم التحكيم بيقول تمريرة وحدة فقط هي المتبقية تمريرة وحدة يبقى إذن هتتلعب الفاول يدباص وهيحصل التصويبة دلوقتي وهادي قازفة أهداف النادي الأهلي رمضانا بيطلب آلام وأوجاع كابتن مروان رجب ونادي سبورتنج السكنداري ويعلن عن حصول النادي الأهلي على نقاط هذا اللقاء بفوزه 32 النادي الأهلي 28 النادي سبورتنج مبروك النادي الأهلي هارد لك النادي سبورتنج على أمل إن شاء الله فريقنا النادي الأهلي ونسوره تعلق حتى نهاية البطولة وتعتلي منصة تتويج والفوز بهذا الكأس وتعتبر البطولة الرابعة شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا على أمل إن شاء الله اللقاء في اللقاءات القادمة من هذا العرس الرياضي الجميل الذي يستضيفه النادي الأهلي مبروك رجال النادي الأهلي مبروك جمهور النادي الأهلي اللي هو فعلا جمهوره دا حماه ومنين ما تروح يا أهلي في كل مكان وراك وكلا الفريقين بيسلموا على بعض وبيحيوا بعض بعد انتهاء اللقاء بكل روح رياضية وقادي شايفين كابتن إسلام حسن وأحمد عبد الرحمن يعني زملاء الأمس ومنافسين اليوم شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا شكرا لقناة النادي الأهلي على نقل هذا اللقاء وعلى نقل هذا اللقاء